هذا وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تشارلز لكيلير متسابق فريق فراري سكوديريا الفائز بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 2022 وكارلوس ساينز متسابق فريق فراري سكوديريا في المركز الثاني ولويس هاملتون في مرسيديس AMG ترونس في المركز الثالث معربا سموه عن شكره وتقديره لجميع المشاركين الذين قدموا أداء رائع خلال سباق الجائزة وأكد سموه أن توالي نجاحات في تنظيم وإدارة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 على مدار السنوات الماضية يعكس صورة المشرفة للبحرين وما تتمتع به من كانيات عالية وكفاءات استثنائية في تنظيم وإدارة سباقات السيارات الدولية منوها سموه بأن هذا النجاح يؤكد النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين في تحقيقها للمزيد من الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات بما يتماشى مع عهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأشار سموه لأن الرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسهمت في ترسيخ مكانة البحرين على خارطة العالم كوجهة رياضية عالمية تستقطب مختلف الفعاليات الرياضية وأشهد سموه بالمستوى التنظيمي الذي قدمه أبناء البحرين في إنجاح جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلوان الفين واثنين وعشرين والذي شهد حضورا جماهريا كبيرا وصل إلى ثمانية وتسعين ألف شخص وذلك في مجموع أربعة أيام من السباق وما بذله من عمل دؤوب وجهود مضنية في تنفيذ وتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي رفعوا فيه اسم البحرين عاليا ترجمة نانسي قنقر